أتا رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساذ وأحسن منها أنقار الله شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أحبابي الله سبحانه وتعالى قد أوصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم وصية يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الله عز وجل لم يكتفي أحبة في الله بالنفس وسلم أن يصيب التقوى بل أوصى المؤمنين وناداهم بإسم الإيمان في سبع مواضع من كتاب الله اسمع ماذا قال الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُهُ وَالْتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا أَذَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْتَقُوا اللَّهُ مَا كَفَاهُ الدَّنْبُ فِي رَجَبٍ حَتَّى عَصَى رُبَّهُ شَهْرَ شَعْبَانِ لَقَدْ أَضَلَّكَ شَهْرُ الصَّوْمِ مَعْدَوُمُ فَلَا تُصَيِّرُهُ أيضًا شَهْرَ عِسْيَانِ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه شهر شعباني لقد أضلك شهر الصوم بعد هموم فلا تصيره أيضا شهر عزياني أتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن أحبابي في الله الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذه الكلمة تقوى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمؤمنين بل نادى الناس جميعا نادى المسلم والكافر نادى الصغير والكبير نادى الغني والفقير يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد أحبتي في الله لماذا نذكر أنفسنا بهذه الوصية لأن هذه الوصية إذا صمت رمضان إيمان واحتسابا تخرج من رمضان وأنت من الأدقية اسمع ماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون